فيتوريا نهاردة كان ليه كلام مهم جدا تكلم عن فكرة انه الصفحة بتاعة دول المجموعات هي صفحة وتقفلت وانه المنتخب تعلم من كثير من اخطاء وانه احنا هنزهر بشكل افضل في مباراة الكنو الديموقراطية تكلم على الكترس اقول لكم سوق الحظ الكبير جدا في الاصابات في منتخبنا الوطني مرورا بحمد نبيل كوكا وقسامة جلال وصلاح وشناوي ودلوقتي امام عشور يعني كتير كتير بصراح كلها حاجات صعبة جدا بس اتكلم بشيء بكثير من الايجابية لما تسأل على فكرة ان منتخب مصر تجنب منتخب المغرب دي حاجة كويسة وقال انه يا انا مش اتكلم عن منتخب مش موجود معايا بس انا كان منتخب مصر مش افريق معايا لعب مين بس ما اتكلمش على المنتخب المغربي تفصيلا يعني تعال نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ليه روي فيتوريا واللي كان معاه ايضا مروان عطيه وقالوا كلام مهم جدا نسمع ونرجع نكمل ان المباراة مهمة بالنسبة لنا جميعا بشكل واضح فمنذ ان جئنا في اليوم الاول ونحن نقول ان نكون لمباراة نهائية في حد ذاتها هذه هي الروح التي لدينا ونفس الشيء بالنسبة للمواجهة القادمة التي هي بالطبع نود ان نربحها وبالنسبة للمنافس هو منافس قوي من الصعب التغلب عليه ولكن على اي حال كل مباراة تعتبر نهائية في حد ذاتها اذا كل المواجهة هي نهائيات انها مباراة صعبة جدا بالنسبة لكلينا نحن لا نفكر بهذه الطريقة منذ اليوم الاول ونحن لا نفكر في هذه السيناريوهات هناك فرق تفكر بشكل كبير وتود ان تصل الى ابعد المسافات في الطموح نحن على اي حال سوف نواجه كل المنتخبات القوية سواء ان اجيلا او عجيلا سوف نتواجه مع الفرق القوية ما هو المنافس الاقوى في المرحلة الاولى من التأهيلات في دور المجموعات ليس معروف انه هناك فرق اقوياء ومعروف انها اقوياء وهناك فرق اثبتت انها فرق قوية ما هو الفرق القوي في هذه اللحظة انا لا استطيع ان اقول المهم هو كيف سيؤدي المنافس على ارضية الملعب هذه هي الاشياء التي يجب ان نفكر فيها نحن لدينا حقيقة وهي اننا تلقينا ست اهداف من المعطيات التي لدينا فيما يخص المباريات السابقة في هذه المسابقة كان يجب علينا ان نتلقى اهداف اقل ولكنها ظروف مباريات الان لدينا حقيقة وهي اننا تلقينا ست اهداف ولكننا ايضا سجلنا ست اهداف نحن حين نتحدث على ديناميكية المباريات لابد ان نعرف هذه الحقيقة ويجب ان نتحسن في على المستوى الدفاعي يجب ان يكون تركيزنا اعلى ونعرف ان المنافس لا يهم ان يركز تسعين دقيقة ولكن في خمس دقائق من التركيز من الممكن ان يسجل في المباراة فهذا يكون عقاب بالنسبة لنا نحن فيما يخص الفرق المشاركة اللي لم تتلقى اهداف كثيرة وفريقنا نفس الشيء على مدى سنة ونصف لم نتلقى اهداف كثيرة ولكن كرة القدم هي هكذا ان شاء الله يعني بإذن الله مستعدين بشكل كويس للماتش اللي جاي ماتش كونغو الدموقراطية ماتش كبير طبعا وما فيش فيرقة سهلة طبعا الفترة دي والقرأة الافريقية طبعا والمنتخبات طبعا فيها تطور بشكل كبير جدا في الكرة وان شاء الله مستعدين بشكل كويس ان احنا نتقايل لدوري القادم بإذن الله كلام محترم كلام مهم كلام فيه تحفيز مهم جدا وكلام ايجابي جدا انا عاجبني الحالة على فكرة الحالة اللي فيها منتخبنا الوطني يا حالة ايجابية رغم كل الظروف يعني يا حالة ايجابية يعني كامل جاهلنا كله من هناك في روح حلوة بين اللعبين وبين الجهاز الفني واللعبة عندها الطموح انها تكسب البطولة عادة في وسط الزعل ووسط نتائج احنا مش عاجبنا قوي ممكن الفرقة تفك بس ده مش بيحصل في منتخبنا الوطني اللي موجودين دلوقتي في كوديفور خالص خالص كل كامل جاهلنا انه في حالة تجميع حلوة جدا بين اللعبين والجهاز الفني ان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله على فاكرة النهاردة ما روانا اعطيها في المؤتمر الصحفي بتسعل على محمد صلاح وده اللي دايما بكراره عليكم يعني بعد ما من قبل حتى ما مصطف محمد يرفعت شرط المكتوب عليه محمد صلاح ما روانا اعطيها قال لك انه الاهم بالنسبة لنا انه محمد صلاح يتعالج ويرجع لنا بسرعة ولعب كبير ولعب عظيم ومهم في الفرقة ومؤثر وقائد وكل الكلام ده اللي دايما بقوله لحضراتكم الاهم بالنسبة لنا ان صلاح دلوقتي يلحقنا يلحق معانا المنتخب مش يلحقنا اللي احنا عندنا مشكلة بس يلحق ويضيف للمنتخب يلحقنا قبل ما تخلص البطولة ان شاء الله ربنا يكرمنا بس عشان ما نقطعش بنا يكرمنا ونعادي دور الستاشر ونعادي دور التمانية ونوصل للسيمي فاينال والفاينال الناس اللواتي عمات الكلمة يقول لك يعني هو صلاح يجي يشيل الكاس على دو يا عم نشيله يا عم نشيل الكاس واي حد يشيل الكاس ناطة ليه ناطة بعيدة كده يعني ان شاء الله يعني صلاح يشيل الكاس شناه يشيل الكاس ناس اللي حتى أصيبت يعني امام عشور يشيل الكاس اللي مصاب يشيل الكاس اي حد يشيل الكاس مصر اللي بتشيل الكاس ان شاء الله ربنا يكرمنا بس ونكسب البطولة